معنا من الرياض أستاذ الإعلام السياسية دكتور عبدالله العساف أهلا بك دكتور عبدالله معنا على سكاي نيوز عربية دكتور عبدالله اجتماعات مهمة جدا تأتي في وقت استثنائي أيضا بالنسبة للعالم الإسلامي وأهم المخاطر عليه باعتقادك ما أهم الملفات التي تطرح اليوم ما الأولوية أيضا المطروحة ومتى ستتوفر يعني مرحلة التغيير ما بين هذه الاجتماعات وما رأيناه خلال السنوات الماضية مرحبا ماجد حقيقة سؤالك هذا سؤال كبير جدا ومهم أيضا في ذات الوقت أنا في اعتقادي جميع الموضوعات المطروحة في غاية الأهمية والعالم الإسلامي بحاجة إلى هذه الموضوعات إذا رأيت موضوعية الإسلاموفوبيا فنحن محتاجين إذا رأيت الإرهاب والتطرف فنحن محتاجين علاج هذا الملف إذا رأيت الأقليات والإسلامية في ملف الرهنجة فنحن محتاجين إليه إذا رأيت التعاون بين الدول الإسلامية فنحن أيضا محتاجين إليه لكن الشق الآخر من سؤال حضرتك هو كيفية التفعيل وكيفية التعاون وكيفية ترجمتها إلى أرض الواقع أنا أعتقد هذا لا يمكن أن تقوم فيه فقط الدول الإسلامية لأن جميع هذه الملفات مشتركة من قبل جميع دول العالم ولا دول العالم أن تتعاون مع بعضها البعض للمضي نحو السلام هذه الموضوعات لا تخص العالم الإسلامي لأن أغلبها موضوعات مشتركة وجميع الدول العالم لديها إما مسلمين وإما جاليات إسلامية هي بحاجة أن تتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي للخروج بالتعاون والأمن والأمان والاستقرار أنا أعتقد أنه بعد الطلاع على جدول الأعمال رأيت أن كل ملف منها يحتاج إلى جلسة خاصة بل إلى دورة خاصة يتم بحثة ويتم التوصية بمخرجات يتم تفعيلها على أرض الواقع طيب دكتور عبد الله أكبر عدد من الدول التي تحمل طيفا واحدا وتجمعها الدين الإسلامي كأكثرية هي هذه الدول المجتمعة لكنها أيضا أكثر دول لديها مشاكل في العالم سواء في الشرق الأوسط أو شمال أفريقيا ودول عديدة أيضا متى سنرى حلولا من داخل هذه الدول خصوصا أنها هي التي تفهم الإسلام أبعاده المخاطر عليه أيضا حقيقة أيضا مرة أخرى أنا أشكرك على هذا السؤال نحن الحلول والمشاكل الموجودة لدينا الحلول الموجودة في داخل المشاكل التي تنبع من هذه الدول وهي كما تفضلت أكثر الدول الإسلامية لديها مشاكل في عدم قبول الآخر وفي التصادم بينها وبين بعضها البعض لو رحل بدون تذكر أسماء لبعض الدول لرأيت بعضها متهم في تصدير الإرهاب وهي التي رأي الإرهاب وتتغول في عدد من الدول العربية في المنطقة إذن نحن اليوم علينا أن نفعل تعاليم الإسلام الحقيقية تعاليم الإسلام الوسطية لنخرج بتعاون رحب بين هذه الدول والحلول موجودة لدينا المشكلة ليست في الإسلام بل المشكلة في من يطبق هذه التعاليم وينسب نفسه إلى أنه هو الأوحد في فهم الإسلام وفي تطبيقاته وفي تشريعاته طيب دكتور عبد الله بعيدا طبعا عن مشاكل حقيقية في داخل الإسلام يعني منها الطائفية أيضا مناطقية القومية أيضا تلعب دور وهذه مشاكل خطيرة سيتم بالطبع التعرض لها عبر الخبراء فيها لكن أيضا دور السياسي والتحالفات سواء العالمية أو المناطقية تلعب دورا في فرقة هذه الدول الإسلامية كيف ممكن معالجة هذه المسألة؟ الحقيقة أولا يجب أن تفكر بالعقل الجمعي الذي هو تحت مظلة مظلة منظمة التعاون الإسلامي عدم الانشقاق عنها الإيمان بقراراتها دعم هذه القرارات تفعيلها لعدم الخروج مجرد إيجاد تفعيلات أو انشقاقات عن هذه المنظمة سيضعفها بالتالي تتفرع المنظمة إلى منظمات وأحزاب متفرقة نحن بحاجة إلى مظلة عال إسلامية كبيرة جدا تضم هذه السبع وخمسين دولة وتفعيل قراراتها وتدعمها لدينا الكثير من المزايا النسبية لكل دولة عليها أن تضحها تحت أو هذه المقدرات جزء منها تحت تصرف هذه المنظمة طيب دكتور عبد الله سأسألك أيضا عن دور المملكة العربية السعودية دور محوري هي أهم دولة في العالم الإسلامي بما تحمله من الحرمين الشريفين كثير من القيم الإسلامية العالية أيضا وجمع كلمة المسلمين عفوا ما الدور الذي تطلع عليه المملكة العربية السعودية في هذا التوقيت؟ ماجد إذا رأيت السياسة الخارجية أحد محاور السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية هو التضامن الإسلامي وجمع كلمة المسلمين إما بمنظمة التعاون الإسلامي وإما بغيرها من المنظمات الإسلامية الأمامية دائما في المحافل الدولية تسعى المملكة العربية السعودية إلى الدفاع عن الحق الإسلامي وإلى جمع كلمة المسلمين تحت هذه المظلة والدفاع عنهم وعن حقوقهم للمملكة العربية السعودية جزء ثابت ورئيس من سياستها الخارجية والتضامن الإسلامي طيب أشكرك من رياض أستاذ الإعلام السياسي دكتور عبدالله العساف شكرا جزيلا لك